بسم الله الرحمن الرحيم انعقد اليوم الاثنين الموافق 28-11-20-22 مجلس النقابة العامة للمحاميين ممثلا في النقيب العام وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الألكترونية وسعي مصلحة الضرائب في هذا الخصوص وقد صدر القرار الآتي في ضوء كل ما دار من مناقشات ما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية أولا الرفض التام للتسجيل القصري للسادة المحامين بالنسبة للفاتورة الألكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ثانيا اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة عقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزرية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الألكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذي ضم معالي النقيب العام للمحامين مع السيد الدكتور وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ثالثا إيمانا من جموع محامي مصر بالسعي الحفيف من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين وأننا نحمل على كواهلنا جميعا هذه الأمانة جيلا بعد جيل فإننا نرجع أي حديث في شأن اتخاذ في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن جاهل المحامين أخيرا لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة على هدي كل ما سلف نردد جميعا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين وعاشت المحاما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون اشتركوا في القناة